السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في أول حلقة على فيلم جامد بعد 3 أسابيع من التوقف أسباب التوقف ده غريبة شوية هو الحمد لله أنا مش تعبان مش مكتئب مش مشغول مش أي حاجة من اللي الناس في العادي بتتحجد بيها السبب الحقيقي هو أني زهقان مش زهقان من مشاهدة الأفلام أنا بتفرج على أفلام كتير الحمد لله ولكن مؤخرا بقيت حاسس أني عمال ألف ودور في نفس الدائرة نفس الكلام نفس الأفكار نفس المقاييس اللي هي الحاجات اللي صعبة جدا أي إنسان يقدر يغيرها لأنها بتشكل وجهة نظره فزي ما أنتوا شايفين كده أسباب المشكلة اللي أنا فيها دي صعبة جدا تتشرح وأنا مش جاي النهاردة عشان أقولكم أنها انتهت ولا حاجة الخلاصة يا جماعة هي أني ما بعرفش أعمل محتوى أنا شخصيا مش مستمتع بيه فيلم جامد في البداية كانت طريقتي للهروب من الشغل ومستحيل أسمح أنه يتحول في يوم من الأيام لشغل هي دي سبب الأزمة اللي احنا عدينا بيها في رمضان اللي قبل اللي فات لو تفتكروا وخلتنا ما نشتغلش خلال شهر رمضان خالص بس في النهاية انتهت واشتغلنا رمضان اللي بعده فهي حتخلص يعني حتخلص المهم أن أنا في وسط الأزمة دي جات لي فرصة أني أتفرج على مسلسل لوك أنكي وده مسلسل جديد لسه حيتعرض على ناتفليكس بداية من 7 فبراير إن شاء الله فحسيت أنه ممكن يكون موضوع ضريف أن احنا نتكلم فيه من غير ضغوط بدون ما يكون المسلسل اللي كل الناس بتتفرج عليه ومكسر في الدنيا والحياة كلها عبارة عن تويتات وبوستات ومقارنات وأفكار ونظريات حواليه وأنا الحقيقة ما عرفش إذا كان المسلسل ده في يوم من الأيام حيوصل للمكانة دي ولا لأ بس أنتوا فاهمين الفكرة يعني فكل اللي بحاول أقوله هو ياريت حضراتكم ما تزعلوش مني أنا لو كنت اشتغلت أي حاجة خلال التلات أسابيع اللي فاتوا دول ما كانتش هتطلع حلوة وما كنتش هستمتع بيها وإن شاء الله قريب جدا نرجع تاني للمعدل العادي بتاع حلقاتنا وممكن يكون أفضل وإن شاء الله كمان نقدم أفكار جديدة ويلا بينا نخش في الموضوع أحداث مسلسل لوك أنكي بتدور حوالين عائلة لوك وبتبتدي مع انتقال الإخوة التلاتة لوك مع والدتهم للإقامة في منزل عائلة والدهم اللي بيطلق عليه اسم كيهاوس طبعا البيت اللي بيطلق عليه اسم كيهاوس مش أبوهم أبوهم الحقيقة اتقتل في ظروف غمضة وده اللي بيخليهم يقدموا على هذا الانتقال وبعد الانتقال سريعا بيكتشفوا أن البيت ده وراء سر والسر ده هو عبارة عن مفاتيح سحرية ممكن يبقالها علاقة بوفاة أبوهم واكتشاف المفاتيح دي بيجذب انتباه بعض القوى الشريرة اللي مش هتتوقف أمام أي حاجة لحد ما تحصل على المفاتيح فيا ترى ايه اللي حيحصل مسلسل لوك أنكي مأخوذ عن سلسلة من الكتب المصورة بدأ نشرها سنة 2008 طريقة الاقتباس أو المعالجة فيها قدر كبير من الحرية وقدر كبير من الاختلافات وأنا بحب ده الحقيقة بحب العمل اللي بتفرج عليه يكون مخلص في الأساس للجودة الدرامية مش بس أنه يكون مخلص للمادة الأصلية المهم يعني أني قريت كتير عن الكوميك بوكس عشان أوصل لإجابة سؤال أساسي وللأسف ما لإتهاش هي الكتب المصورة دي كانت موجهة لأي فئة عمرية لأن الحقيقة دي أكتر حاجة ملخبطاني في المسلسل المسلسل تقييمه الرقابي هو 18 بلس يعني المفروض محدش يتفرج عليه غير لما يكون فوق 18 سنة وأنا الحقيقة مستغرب جدا لأن أولا أنا مش شايف أنه فيه مواد تخليه حساس قوي يعني للي هما أصغر من 18 سنة وثانيا أنا الحقيقة شايف أن اللي أصغر من 18 سنة ممكن يستمتعوا بالمسلسل أكتر الحقيقة يمكن كمان اللي أصغر من كده شوية المسلسل مبني على ركيزتين أساسيتين ركيزة المغامرة وركيزة الدراما ركيزة المغامرة مبنية ومتقدمة بشكل جيد جدا قواعدها كلها تم إرساقها بشكل كويس نمطها في التقدم مثير جدا للاهتمام وعليها رشة رعب مقبولة جدا أما ركيزة الدراما فهي معتمدة بالكامل على معاناة أفراد أسرتنا بعد الانتقال للبيت الجديد اللي في بلد جديدة المشكلة كلها تكمن في بعض التفاصيل اللي بتحصل داخل نقاط الالتقاء ما بين الركيزتين دول وهي ببساطة بعض التفاصيل اللي ممكن يتقال عليها طفولية شوية أوضح التفاصيل دي هي طريق التعامل الشخصيات بتاعتنا مع بعض الأحداث الخارقة للطبيعة واللي في بعض الأحيان المفروض تكون مرعبة الانتقال منها للمشاكل الدرامية كان أسرع من اللازم اللي هو واحد بيكتشف أن حياته دخل فيها عفريت ومع ذلك رد فعله الوحيد هو طب يا ترى أصهر النهاردة مع أصحابي ولا لا والمشكلة التانية الواضحة في التفاصيل هي أن اللغز الكبير بتاعنا اللي أجزاؤه هي منفصلة يباني أن هي كبيرة قوي ومهمة قوي وليها وزن محترم لما بتركب مع بعض ما بتبقاش على نفس درجة الأهمية بل وكمان فيها قدر معقول من الثغرات ركيزة المغامرة تتميز بأنها تبنت بعض الأساليب والعناصر اللي قلمها بنشوفها في الأعمال الدرامية رغم أن في كل مرة بيتم استخدامها بتحقق نجاح كبير جدا وتميز كمان بتقديم بعض الأفكار اللي أظن أنها أصلية في التعامل مع بعض المناطق الخارقة للطبيعة وعملين التميز دول كنت بختبرهم وراء بعض على التوالي مع كل تجربة اكتشاف مفتاح جديد عملية الترقب بمجرد اكتشاف المفتاح كانت بتفكرني جدا بفيلم جومانجي الأصلي اللي بعد كل رمية ظهر ما كانش فيه أي طريقة أمام المشاهد عشان حتى يتوقع إيه اللي ممكن يحصل ده نفس الإحساس اللي كان بيجيلي في كل مرة كنا بنقابل فيها مفتاح جديد ويمكن دل على توقعات الرعب عندي خصوصا في الحلقات الأولى ومع التحذير اللي شايفه على الشاشة بأن هذا المسلسل غير مناسب لمن هم أصغر من 18 سنة بس مع تراجع توقعات الرعب دي بقيت بقدر أكتر التجربة البصرية لأن فعلا المسلسل تقدم فيه أفكار في منتهى الروعة لتصوير تخيلات ومفاهيم زي ما قلت كده أنا ما ظنش أني شفت زيها قبل كده والأفكار دي تصميمها كان في منتهى الروعة وكذلك تنفيذها واستخدام المؤثرات فيها مشكلتي الوحيدة فيها زي ما بقول كده هي ردود أفعال الشخصيات بعد ما بتختبرها اللي هو نظام يا باشا ده أنا بتفرج قدام التلفزيون ويمكن أكونت صدمت أكتر منك شوية على المستوى الدرامي تشكيلة المعاناة اللي احنا بنمر بيها زي ما قلت كده فيها قدر معقول من التنوع يعني شخصية كينزي يبين من الأول أنها عندها إحساس بالغربة عندها مشكلة في تكوين صدقات عندها ارتباء كبير جدا أمام العلاقات الرومانسية بس الزاوية الأكثر تعقيدا والأكثر تمييزا كمان داخل أحداث المسلسل هي طبيعة علاقتها بأخوها أخوها على الجانب الآخر ما عندهوش مشكلة كبيرة مع الغربة ما عندهوش مشكلة كبيرة قوي مع الشعبية بس عنده مشكلة كبيرة مع أحمال هو محملها على نفسه الجانب الوحيد اللي قدر أقول إن أنا شخصيا تواصلت معاه على المستوى الدرامي في المسلسل هو معاناة الأم واللي برضو بتتكون من طبقات فيها قدر معقول جدا من التعقيدات الولد الصغير بودي على الجانب الآخر كان مجرد أداة مغامرات فأحيان كتير ما كنتش بحس إن حد من إخواته أو حتى أمه مهتمين بيه بالقدر الكافي على الرغم إنه محرك مهم جدا جوه الأحداث بس الحقيقة يعني ده إذا كانوا مهتموش بالعفريت حيهتموا بالودي الصغير على الرغم من إنه كنت محتار جدا وأنا بتفرج على إجابة سؤاله والمسلسل ده بيستهدف مين بالزبط ومناسب أكتر لمين بالزبط فأنا الحقيقة استمتعت بيه اضطريت إن أنا أنقل منظوري أكتر من مرة وأنا بتفرج بس فعلا استمتعت بيه يعني ساعات كنت بتفرج عليه من منظور الناقد وساعات تانية كنت بحس إنه قرب مني جدا من منظور المشاهد وأوقات كتير كنت بحس بالإنبهار والإعجاب بكل اللي بيتقدم على مستوى المغامرة واللي الحقيقة لازم أؤكد إنها العنصر الرئيسي اللي خلاني أستمر في المشاهدة لغاية نهاية الموسم الأول تقييمي للموسم الأول من مسلسل لوك أنكي هو 7 من 10 ونصحتي لأي حد عاوز يجرب يتفرج عليه إنه ما يكبرش الموضوع أو يجوا دماغه خلال أول حلقتين ثلاثة لأنكم لو ظبطوا إعداداتكم على المسلسلات بتاعة الأكوان الموازية والخطوط الزمنية والحاجات اللي أنا تشلت منها دي ممكن يجيلكم شوية إحباط مناقشة الحلقة بما إننا خلاص رسميا دخلنا جوه 2020 وممكن نكون غوطنا كمان وأنا لسه مش واخد بالي قوي عاوز أعرف مين بيتابع أي مسلسلات وأنهي مسلسلات عجبتكم جدا لدرجة إن أنتوا تحبوا ترشحوا هلنا في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوجو وباي باي اشتركوا في القناة